منذ استيلاء مسلحي داعش على مدينة الموصل وأجزاء واسعة من سهل نينوى في أغسطس من العام الماضي نزح الآلاف من المسيحيين بمختلف طوائفهم نحو مدن إقليم كردستان واستقر معظمهم في مجمعات سكنية ومبان غير مكتملة لكنها تعتبر الأفضل من حيث المعيشة والخدمات من مخيمات النازحين الأخرى معظم هؤلاء النازحين يقيمون في ضاحيتين أنكاوة وشقلاوة ذاتي الغالبية المسيحية والقريبتين من أربيل النازحون يشيدون بحالة التعيش القائمة بينهم وبين أبناء الطوائف والأديان الأخرى في الإقليم طبعا هذا الموضوع أول مرة يعني هذا الكلام أول مرة أني دعا أسمعه لأن الإقليم هو اللي يحتضنه واعتقد إذا أكو أمان هنا بالنسبة أنت تقول المسيحين الحمد لله والباقي الطوائف كلنا مرتاحين هنا نحن عايشين كلهم هنا يعني اليازيديين والمسيحيين ماكو يعني أي تعدي يعني أي شيء كل شيء يعني الحمد لله أحسن من أخي قاعدني بالخيام يقول رجال الدين المسيحيون إن أبناء طائفتهم يحظون برعاية خاصة في الإقليم وينفون وجود أي تهديدات على حياتهم جمعية الراهبات التي ترعى أوضاع النازحين نفت هي الأخرى تعرض المسيحيين في الإقليم لأي إساءات ممنهجة هناك ممكن تعديات شخصية استثنائية تحصل في كل مكان ما هو شيء غريب وطبيعي ليس هناك شيء لا مبرمج ولا مخطط له من أي جهة لا من كردستان ولا من العذاب في منطقة كردستان يقول المسيحيون إنهم يتطلعون بشغف إلى اليوم الذي يتحرر فيه سهل نينوى ليعودوا إلى مناطقهم على جناح الصرعة يجمع المسيحيون النازحون في إقليم كردستان على أنهم يحظون بالأمن والسلام وأن أوضاعهم المعيشية لا تختلف كثيرا عن أوضاع أقرانهم المقيمين في المخيمات رغم قلة الرعاية وشح المساعدات الإنسانية هو عزيز سكاي نيوز عربية ضاحية عن كاوا أربيل وينضم إلينا من أربيل المطران كنيسة سلطانة السلام في أربيل المطران بطرس موشي أهلا بك نيافة المطران بطرس وضع صعب للكثيرين الآن في العراق نزوح جماعة للألاف من المسيحيين إلى إقليم كردستان العراق لو تحدثنا أكثر عن وضع المسيحيين من نازحين في كل أرجاء العراق السلام والله عليكم السلام يشرفني أن أبدأ هذا الحوار بالترتيلة التي رتلها الملائكة يوم ميلاد السيد المسيح المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام نحن الآن في الأيام نحتفل عن قريب في يوم عيد ميلاد سيدني يسوع المسيح الذي كان مجيء فعلا للعالم مجال الفرح ومجال إطمينان ومجال السلام نحن الآن نازحون نعم طردنا من مواقعنا من بلداتنا في سهر نينوى في خرى ومدينة الموصر بالذات وتوجهنا بغية الأمان إلى كردستان الذي فعلا فتح أبوابه واحتضرنا كوننا أبناء البلد واحتوونا لأنهم عرفوا فينا أننا نحن أناس مسالمون كنا دائما مخلصين لبلدنا مخلصين لقيمنا ونفتخر أن نكون ونعيش كذا في محيطنا في خدمة بلدنا لأن فعلا هذه هي الشهادة التي ممكن أن نقدمها نحن المسيحيين والتي نحن تربينا عليها فوضعنا إذن في كردستان من الناحية الأمنية نشكر الله نحن في طميلة عنه الحمد لله طيب نيافة المطران النازحون يشيدون أيضا بحالة التعايش في أربيل بينهم وبين مختلف الطوائف الأخرى إلى أي مدى هذا الأمر فعلا يخفف من وطأة النزوح بالحقيقة كنا متعايشين لما كنا أيضا عايشين في مراطقنا بلداتنا المسيحية كانت محاطة ببلدات وقرأ أيضا إسلامية، يزيدية، شبكية، شيعية، سنية، كاكائية وما كان حدث لنا وأن جرى خلافات قوية بيناتنا هذا الذي دائما يحصل حتى بين الأهل لكن الآن أيضا وصلنا على هذا التعايش وأقدر أقول وهي الشهادة لله أنه في أول مخيم فتحناه في كنيسة مارس موني اللي كان بعد خيم كان معانا في المخيم ذاته أربع وأربعين عائلة كاكائية مع ثلاثة عوائل شيعية وكنا نخدمهم كما نخدم أخوتنا وأبنائنا المسيحيين لآخرين وأيضا دلالة على أن هذا التعايش استمر هو أنه حاولنا أن نفتح إذاعة كان عندنا إذاعة في قرقوش باسم صوت السلام ما قدرنا أن نحافظ على إذاعة البث اللي كان في قرقوش حاولنا أن نحصل على بث في أربيل وسمينا الإذاعة السلام من دون صوتية هل إذاعة فعلا تخدم النازحين بأكمل الشيعة والسنة والأقراط واليزيديين والمسيحيين فكل هذا حتى يبين بأننا قلب واحد لأننا شعب واحد ونريد أن نحافظ على وحدتنا نيافة المطرانة النازحون تحدثوا وقالوا بأن ربما الأوضاع المعيشية وأمنية مستقرة لحد ما في كردستان العراق بالنسبة لهم ولكن اشتكوا من قلة الرعاية الصحية وغياب المساعدات نحن الآن على أبواب الأعياد كيف يتم الاستعداد لاستقبال هذه الفترة بالحقيقة الشكوى بالذات ما هي قلة المستوصفات نحن حاولنا منذ أن وصلنا إلى عنكاوة أن نفتح مستوصفات ونوفر الأدوية الضرورية اللازمة لأبنائنا لكن المشكلة هي كتصير لما يكون عندنا حالات خاصة وخاصة عمليات فالعمليات شعبنا ما بسهولة كي يحص المجال أن يجريها في المستشفيات الحكومية اللي هي شبه مجانية كيلتجي بالضرورة إلى مستشفيات أهلية اللي تكلفوا فعلا مبالغ وبالغ طائلة ونحن في وضع جدا جدا تعبان أنا شخصيا في بداية النزوح كان جمعت مبلغ محترم فكرت أن يكون فعلا هذا المبلغ يقدمنا ويضم شعبنا في المجال الصحي وكنت أحاول أن أقدم 25% من تكاليف العمليات لكن المبلغ مع أنه كان حجمه يحترم أكثر من 196 ألف دولار المبلغ كله تنتفى في أقل من خمسة أشهر فشعبنا اليوم يعاني منها الناحية يحتاجون مساعدات مادية خاصة للعلاجات والعمليات التي تكلفهم كثير ربما هناك أيضا حاجة مادية من ناحية الإيجارات صحيح من ناحية الأكل والشرب نشكر الله ونشكر المنظمات كثيرا يهتمون من ناحية وما يكون أي قصور من ناحية وما يصلي شمعتنا ليس بقليل لكن الإيجارات للناس اليوم فضلوا أن يعيشون في بيوت مستجرة على نفقتهم يحتاجون اليوم إلى دعم حتى يستدموا ويستمرون ومحافظين على كرامتهم وعيشتهم هل لديكم أمل نيافة المطران في تحرير سهل نينة وقريبا؟ هو بالحقيقة أملنا بأله وأملنا دائما بالناس الطيبين وأصور أنه عراقنا وعالمنا بالذات ما يخلى من نيات طيبة من ناس طيبين فأملنا إن شاء الله أن يكون بالقريب العاجل حتى نقدر ونرجع ونسكن مثل ما كنا في مناطقنا بأمانة ونقوم ونشترك في بناء وطننا في مناطقنا نيافة المطران كنا نتحدث عن الأعياد وبدأت تحديثك بالأعياد في ظل هذا الجو هل من استعدادات ربما مختلفة عن كل عام؟ بالحقيقة نحاول أنه نحن العيد هو شيء مهم هو والعيد هو تجمع المسيحيين حول الكنيسة ولأن نحن في منطقة ما كان عندنا كنايس موجودة نقدرنا أن نستخدم كنايس بقية الطوايف اللي هم عايشين في عنكاوا وفي أربيل ولكن حاولنا أيضا نخلق كنايس من كرابانات في مناطق معينة أو نستخدم قاعات حتى نجري احتفالات ماتنا ونواصل خدماتنا الكنيسية ولهذا نحاول أنه فعلا أن ننقل من أهمية هذا العيد حتى في تهجيرنا فنشوف أنه الزينة ونشوف التحضير والاستعداد هو من الآن موجود حتى شعبنا يشعر بأنه فعلا ما هو غريب ولا هو في منطقة جدا نائية معزولة إنما يقدر أن مثل ما يقدر أن يستمر في الحياة الاعتيادية يقدر أيضا أن يستمر في ممارسة تقوص الدينية شكرا لك نيافة المطران بودرس موشي مطران كنيسة سلطانة السلام في أربيل شكرا جزيلا لك